موضوع مهم كده بيهم طلاب السنوية العامة سواء بقى كانوا طلاب علمي أو أدبي أو علم علوم أو رياضة كله بيتسابق وكله بيتابع تنسيق الجامعات ومؤشرات القبول وهم مركزين جدا أكيد بعد المنقود الكبير اللي بزلوه في متحانات السنوية العامة طول سنة دراسية كاملة أعتقد دلوقتي بعد ظهور النتيجة بتدوا يسألوا عن إزاي يختاروا ويكتبوا رغباتهم في التنسيق كمان إيه المحضورات اللي لازم يعرفوها كويس أو يتجنبوها ده اللي حنحاول نعرضه النهاردة من خلال فقرتنا ونحن نحاول نجاوب على كل الأسئلة اللي موجودة في زهن الطلاب ونشرح تفصيليا إزاي يقدموا الرغبات بشكل صحيح وزي الطلبة تكون جهزة مستعدة إنها تحقق حلمها وتدخل الكلية إن شاء الله اللي بتتمنها وده اللي حنعرفه من دفنة الكاتب الصحفي الأساذ عبد الرحمن العبادي المتخصص فيه شؤون التعليم العالي بجريدة الأهرام صباح الخير أستاذ عبد الرحمن أهلا وسلم صباح الخير شغل الشاغل دلوقتي أي بيت مصري أي أسرة فيها حد في سنوية العامة فكرة إزاي أرتب الرغبات الخاصة بي في الالتحاق بالكليات والجامعات يعني بداية كده إيه المفروض أعمله قبل ما أبتدي أدخل وحط رغباتي للالتحاق سواء كنت قسم أدبي أو علمي طيب حضرتك حطت إيدك على المقطة المهمة جدا واللي دايما بتحصل بسببها كثير من المشكلات إن طلاب يضيعوا فرصة التحق بالكليات اللي هم عايزينها رغم إن مجموعهم يسمح بذا بسبب الترتيب الخاطئ للرغبات بداية أول حاجة لازم الطالب يعملها قبل تسجيل رغباته إنه يدخل على موقع التنسيج الإلكتروني نفسه هيلائي دليل إرشادي كامل بطريقة التسجيل وخطواتها وطريقة كمان كتابة الرغبات يعني إزاي يكتب الرغبات بشكل ما يضيعش فرصه في الالتحاق بأي من الكليات أخد بري أشوف الدليل إرشادي ده قبل ما أعمل أي خطوة قبل أي خطوة هيضيع ربع ساعة أو نص ساعة يقرأ فيهم الدليل بتأني ويفهم قواعد التوزيع الجغرافي ماشية إزاي يفهم طريقة الاختيار ماشية إزاي يشوف التخصصات المتاحة قدامه في كل كليات الجامعات الحكومية ده بالنسبة لله هيتقدمه طبعا للجامعات الحكومية والتنسيق للجامعات الحكومية الجزء الثاني من الحاجات المهمة جدا جدا والطالب بيفكر إنه يسجل رغباته بشكل صحيح طبعا هناك 75 رغبة لازم الطالب يسجلها على موقع التنسيق الإلكتروني ومكتب التنسيق بيرشحه وفقا لرغبته وتنفسه مع زملاء الآخرين اللي بيسجلوا رغبته لازم يسجل 75 رغبة لازم يسجل 75 رغبة هو البرنامج بيجبره على ده طبعا أنا مجموعي مريحني ومتأكد إن شاء الله وحكت برغبة واحدة بس علشان أحس من جوار برنامج التنسيق الإلكتروني برنامج التنسيق الإلكتروني عشان يدي فرص للجميع ويكون في عدالة وتكافؤ لازم الطالب يسجل 75 رغبة ولازم في نفس الوقت كمان يراعي عدة خطوات قبل التسجيل أنا في نصيحة مهمة جدا للطلاب اللي بيسجلوا رغبتهم الطالب لما يجي يسجل رغبته مثلا هو من محافظة القاهرة ما يقلقش وهو بيكتب لو هو مثلا محتاج بيدخل كليات الطب يبقى لازم أن يكتب كل كليات الطب من أول القاهرة اللي هي منطقة الجغرافية ألف لي والمنطقة به اللي هي بنها والفيوم ثم يكمل بقية الكليات الطب على مستوى محافظات مصر كلها ما يفصلش بينهم بأي تخصص آخر لأن بعض أولياء الأمور يقول إيه أنا هسجل بس اللي في انطاق الجغرافي في انطاق الجغرافي وهتنقل على تخصص تاني وبعد كده أرجع في آخر رغباتي أسجل الكليات هو كده بيبقى ضيع على نفسه فرصة احتمالية أنه هو ممكن يرشح لكلية إقليمية وبالتالي فيه بعد كده مرحلة اسمها مرحلة تحويلات تقليل اغتراب ممكن يستفيد منها يعني عشان نفهم برضو نوضح لسالة المشاهدين أنا مثلا رغبتي كلية طب أو هندسة فبحط كلية هندسة في المحيط الجغرافي ده رقم واحد وبعد كده كل ما يتعلق بهذا التخصص في جامعات مصر كلها بالضبط وانتقل التخصص تاني قبل الانتقال التخصص تاني لازم أن أكمل التخصص دي ملحوظة مهمة جدا عشان دي يتسبب كتير جدا في ضيعة الفرص على الطلاب الملحوظة التانية لازم وليه الأمر والطالب وهو بيسجل رغواته يفهم هو داخل على إيه هو إيه التنسيق في مصر وإيه تنسيق القبول في الجامعات الحكومية تنسيق القبول في الجامعات الحكومية بيراعي ثلاث يعني ثلاث أجزاء مهمة الجزء الأول هو فكرة المجميع بتاعة النجاحين في السنوية العامة مجميع النجاحين في السنوية العامة لو هي كبيرة تمام إذن الطلاب اللي هيدخلوا أو اللي هيقدموا على الشريحة الأعلى الكليات التطبيعية مثلا هيبقى هيتسببوا في رفع الحد الأدنى الحاجة الثانية توجهات الطلاب في مصر نحو تسجيل الرغبات إحن عندنا توجهات الطلاب في مصر نحو تسجيل الرغبات هي توجهات تقليدية من عشرات السنوات أنا عندي الطلاب يفضلوا كليطة الطب بالنسبة للعلم العلوم الطب ثم طب الأسنان ثم كان الصيدلاء وبقى العلاج الطبيعي فيه تغيرات في سوق العمل أتاح ninguna تغيرات أكثر أكثر إخبارا عليها أكثر من صيدلاء العلاج الطبيعي بيقلو ثلاث سنين بيتقدم على كليطة الصيدلاء العلاج الطبيعي ثم الصيدلاء ثم الطب البطري وكليطة العلوم بالنسبة للعلم الرياضة دائماً بيقى فيه في الصدارة الرغبات الهندسة ثم الحاسبات وإن كانت الحاسبات بدأت تزاحم كليات الهندسة يعني السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها عدد كبير من الطلاب فضلوا للتحاق بكلية الحاسبات على كليات الهندسة ده بالنسبة للعلم الرياضة بالنسبة للطلاب الهندس بقى هنا ما بنقدرش نحكمها بشكل واضح فيه تغيرات فيه طلاب يتوجهوا نحية اقتصادهم سياسياً طلاب يتجهوا نحية الإعلام طلاب يتجهوا نحية الألسل طلاب يفضلوا أقسام اللغات في كليات التجارة يبقى ده المعيار التاني وأنا بسجل رغباتي أبقى عارف كويس قوي إن أنا هدخل أتنافس مع طلاب عايزين يكتبوا إيه في رغباتهم الحاجة التالتة اللي بتحدد الحد الأدنى للتحاق بالجامعات فكرة الأعداد اللي بتحددها بيحددها المجلس الأعلى للجامعات لكل تخصص الأعداد دي بيحددها المجلس الأعلى بناء على إيه؟ بناء على الطاقة الاستيعابية لكل كلية إذن في مفهوم خاطئ أحياناً عند البعض أن مثلاً وزارة التعليم العالي بتحط حد أدنى معين لكل تخصص علشان تجبر الطالب أنه يلتحق بجامعات خاصة أو أهلية الكلام ده مش حقيقي الكلام الحقيقي هو أن الطالب بيدخل منافسة أو في مسابقة مع زملاءه الآخرين اللي لهم نفس اختياراته وبالتالي المفضلة بتكون للأعلى مجموع ولترتيب الرغبات في ضوء المؤشرات في ضوء ده إحنا عندنا مؤشرات شبه واضحة للمرحلة الأولى بالنسبة لطلاب العلم علوم وطلاب علم الرياضة في بعض الطلاب ما بيقاش فرق لهم أنهم يكتبوا المجموعة وراء بعضها على بعض يعني مش عايزين يكتبوا كليات الطب على بعضها كلها يليها كليات الصيدالة كلها على بعضها هو شايف أنه مش عايز يخرج من المكان اللي هو عايز يسكن فيه أو اللي هو ساكن فيه فيكتفي بكلية ويبتدي يكتب تخصص تاني ولكن في نفس المكان ده ممكن يأثر على فرصته في التنسيق ولا الموضوع يخضع تماما لاختيار الطرق زي ما قلت لحضرتك من شوية ده قد يحرمه من فرصته من فرصة التحق بالكلية اللي هو كان عايز يدخلها لأن زي ما قلت لحضرتك أن عندنا نظام التنسيق الإلكتروني في مصر وقواعد التنسيق بتسمح بما يسمى بتحولات تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة التنسيق طالب يرشح مثلا لأسوان وهو ساكن في القاهرة فقدامه فرصة أنه يعود للكلية اللي هو كانت في القاهرة رغم أنها مش جايبة مجموعه بس في إطار نسبة 10% من التحولات يعني طبعا ما بتفتحش التحولات للجميع بتفتح لتحويل بنسبة 10% اللي بتغطي الكلية مثلا من 100 طالب يبقى أنا ممكن أحول 10 طلاب من اللي ترشحوا برا طبعا دي هي لازم الطالب عشان لما يجي يسجل رغباته يكتب التخصص في جميع المحفظات طيب بناء على المجميع الثانوية العامة لحد دلوقتي وقراءتك كده للمؤشرات يعني السنة دي ممكن تبقى مؤشرات التنسيق مش هزاي طيب إحنا عندنا السنة دي في تغير عن السنة اللي فاتت واضح في شريحة الحاصلين على مجمع كبيرة في خاصة في قسم العلم علوم وقسم علم الرياضة يمكن الأدب الوضع أكثر استقرارا في علم علوم أنا من الوضع أننا عندنا 37 ألف طالب فوق 90% أنا عندي الأماكن المخصصة في كليات الطبية في كليات قطاع الطبي متوسطها كلها على بعضها 17 ألف وخمسمائة مكان في كل جماعات مصر في كل جماعات المصر الحكومية الحكومية أنا عندي أنواع كتيرة جدا تانية عندي أهلية وعن تكنولوجيا وعندي خاصة السبعة عشر ألف وخمسمائة دول في حالة أن المجلس الأعلى للجماعات يقدر يزود بس في حدود من عشرة في المئة من عشرين في المئة وفقا لعدد المشتركين في الدرجة الوحدة يعني مثلا طبعا عشان جودة التعليم عشان جودة العمليات التعليمية أنا عندي في بعض الدرجات في السنة العامة الدرجة الوحدة الدرجة الوحدة فيها ألفين طالب مشتركين ألفين طالب حقيص على مثلا تخصص طب الأسنان طب الأسنان كل الملتحقين به في مصر التقل استيعامل كليات طب الأسنان على مستوى مصر كلها ألفين طالب أو ألف وسبعمائة طالب يعني من ألف وسبعمائة طالب حكومة وخاص حكومة وخاص الحكومة فقط الحكومة فقط كل هذا نجنب نظام التنسيق ملوش علاقة تنسيق الحكومة التنسيق الكتيرون اللي هيدخل عليه الطلاب يوم لاتنين ده ليس له علاقة بالقبول بالجماعات الخاصة والأهلية والفروع الدولية دول هم نظام مختلف شوية في القبول طيب المؤشرات بتقول ايه بالنسبة لقطاع الكليات العلوم التطبية بتقول ان احنا في ظل ان في عشر تلاف طالب تقريبا عشر تلاف وتلتمية جايبين ما جميع فوق تسعين لا تلتمية وتمانين درجة تلتمية وتمانين درجة يعني فوق اتنين وتسعين في المية وتمانية وستين عشرة ربنا يحميهم فالعدد ده تقريبا هو اكبر طاقة ممكن تستوعبها لكلية الطب البشري على مستوى الجامعات الحكومية طيب لو كل الطلاب دخلوا وسجلوا حطوا اول رغبة ليهم لكلية الطب هيحصل ايه اذا هيحصل ان الحد الادنى لكلية الطب هيقف عند اتنين وتسعين وستة وتمانين من مية اذا احنا بنتكلم طيب لو في جزء من الطلاب دول وفي نسبة على فكرة تتسرب يعني في نسبة بتروح مثلا منح في جامعات خاصة منح في جامعات اهلية في جزء تاني بيروح مثلا بيفضل الاسنان على الطب البشري بس هذه النسب لازالت محدودة قوي يعني احنا بنتكلم في حوالي 700-800 طالب اذا الـ 700-800 طالب دول ممكن ينزلوني درجة واحدة يبقى احنا بنتكلم درجة واحدة في النجموع الكلية احنا ممكن لحد الأدنى للطب يقف من 380-379 بحدة اقصى طيب الاسنان تلقائيا ووفقا لمزاج الطالب المصري بيجي وراء الطب بشرة واحنا قلنا ان كليات الطب الاسنان على مستوى مصري بتستوعب من 1700-2000 طالب اذا الفرق بينها وبين الطب البشري هيكون درجة واحدة هنيجي بعد كده لعلاج الطبيعي العلاج الطبيعي عندي 18000 طالب جايبين لغاية 377 درجة وهو ده تقريبا الرقم اللي احنا بنستوعب فيه كليات طلاب علاج الطبيعي وطلاب الصيدلة جمعا وبيحصل تداخل ما بين الرغبات الصيدلة والإيه والعلاج الطبيعي زي ما قلت لك فيه طلاب يفضلوا العلاج الطبيعي فيه طلاب يفضلوا الصيدلة إذن أنا بتكلم الحد الأدنى للصيدلة ممكن يكون في 374 والعلاج الطبيعي ممكن يكون أعلى منه درجتين طيب سيدة عبد الرحمن سريعا لكل طالب أو طالبة من الثانوية العامة بتبتدي خلاص تملى رغبات التنصيق نصائح سريعة وإيه الأخطاء اللي لازم نتفاداها عشان ما يحصلش مشكلة في نتائج هذا التنصيق طيب الأخطاء احنا تكلمنا عنها في الأول الأهم من الأخطاء دلوقتي هي نصيح الولي للأمر وللطالب نصيح الولي للأمر وللطالب أنا عايز أقول لحضراتك أن دلوقتي هما الطلاب بدأوا أصلا يبصوا على سوق العمل أكتر الطلاب أحيانا بتبقى لهم تطلعات ووضوح رؤية وفقا للي هما بتابعوه على الإنترنت أكتر من أولياء الأمور أحيانا ضغوط أولياء الأمور بتجبر الطلاب أنهم يكتبوا رغبات وبتوسي توجههم كمان يمكن الولاد بتبقى عينهم على سوق العمل أكتر الأهالي متعودة على الشكل التقليدي وبالتالي نحن نعرف مشكلة كبيرة جدا أن أحيانا أحيانا أولياء الأمور بيستخسروا مجموع كبير فيقول لك أنا مجموع كبير ليه ما أكتبش الطب ليه ما أكتبش الهندسة في حين أنه يقدر يمشي مش ممتلك مقاومات الدخول في هذه الكليات وبالتالي نحن نشوف نسبة رسوب عالية في الفرقة الأولى من كليات الطب والصيدلة والهندسة بسبب أن الطالب فكرة تستخسر مجموعه دون أن يكون مؤهلا بشكل كامل للتحق بهذه الكليات التحق بالكلية التي تتنسب مع قدراتك ومؤهلاتك قبل ما تكتب رغباتك ادخل على الكلية على فكرة كل كلية لها موقع إلكتروني موضوع أسهل تقدر تدخل وتتعرف على طبيعة الدراسة نظامها تشوف قدرتك هتقدر تمشي فيها أو لا صحيح وعينك تكون على المستقبل وعلى سوق العمل بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا الكاتب الصحفي عبد الرحمن عبادي المتخصص في شؤون التعليم العالي بجريدة الأهراب صباح الخير عليك صباح الخير عليك وشكرا جزيلا